موسيقى نحن اليوم صدد أولاً احتفال من اليوم الوطني لمحاربة الأمية الذي يوافق 13 أكتوبر من كل سنة وفي الاحتفال بهذا اليوم الوطني سوف نختتم برنامج تعاون الثالث الفا تروى مع الاتحاد الأوروبي تعاون الوكالة والمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الأمية دامة لمدة 15 سنة عبر ثلاث برامج الفا واحد الفا جوج الفا ثلاثة الذي نحن اليوم بصدد اختتام هذا البرنامج هي مناسبة أيضاً من سبيل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لإعلان انطلاق الموسم القرائي 2023-2024 برسم طبعاً السنة القرائية القادمة تعاون مع الاتحاد الأوروبي مكن الوكالة من أولاً بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية ثم إعداد خارطة الطريق وفاد خارطة الطريق مجموعة من المشاريع 20 مشروع تقريباً كلها تصب في النهاية في الرفع من عدد المستفيدين من محول أمية ليصل العدد إلى 1.300.000 مستفيدين سنوياً Le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc dans le secteur de l'alphabétisation est un partenariat de long terme qui a commencé il y a 15 ans et qui se poursuit dans un cadre plus intégré de formation Le solide engagement du Royaume du Maroc dans la lutte contre l'analphabétisme est la base et nous partageons l'idée forte que nul ne doit être laissé de côté Nous retenons de nos travaux conjoints que l'alphabétisation est intrinsèquement liée على كل نiveau إدوكاتف إدوكاتي, فرماتي ومعرفة المغرب ومعرفة الأممية من حيث الآليات من حيث الحكامة من حيث المناهج ومن حيث التنوع على البرامج وفقا استجابة الحاجية للفئات المستهدفة وكذلك عدد الشركاء في المغرب يعني كثير حول هذا الظاهرة هذه جميع القطاعات الحكومية تحاول تشارك يعني الوكالة الوطنية المحاربة الأمية في القطاع على هذه الأمية كل واحد حسب الفئات التي تشغل معها كل واحد يعرف بأنها باش يستعبون الناس الأهداف ديال القطاعية ديال المختلفة في الوزارة من ضرور أن هذه الوزارة هذه تنزل عندهم وتسبس لهم الأمور وهذا شي كله يدخل في إطار محاربة الأمية